عايز سألك السؤال نسبة فوج الزمالك بهذه المعاجعة نسبة تصل لك؟ 50-50 50-50 دي التقل دا لا 50-50 لو مباراة أهلي وزمالك يبقى 50-50 أنا ليه قلتلك المباراة دي مباراة لعيبة عشان الـ 50-50 لأن خد بالك لعبت الزمالك في الماتشات البطولات بيستنفروا قوات الماتش دا مش ماتش أسماء ماتش تيم ماتش فرقة في أوقات كتير جدا النادي الأهلي كان بيبقى حسن مننا وبنكسبه في أوقات كتير جدا كنا احنا بنبقى يعني في ماتشات كانت كل جمهور الزمالك نازلة احنا كسبانين وبتخسر فهمي طب أنا عسألك السؤال تاني بحكم النظري النظري إيه؟ إنه الأهلي أكثر استقرارا على مستوى المدير الفني اللي بقى له فترة اللعيبة اللي حفظها كلها اللعيبة اللي رجلها في الملعب مش شايفين دا ممكن يدي أي قضالية للنادي الأهلي أما ليه بقولك العيبة الماتش دا ماتش العيبة مش ماتش جوز جميز هو طبعا أكيد 100% جميز لازم يبقى ليه بصمة طبعا على الأقل في اختيار التشكيل على الأقل في تغييرها من التغييرات اللي بيعملها ماشي؟ إنما في الأول وفي الآخر الماتش دا ماتش إشكبالا وعبدالله الصعيد وزيزو ودونجا وكل العيف في الفرقة لإني ماتش بيراميدز ماتش بيراميدز قبل نهاية كاس مصر إزا مالك خرج البطولة رسمي بالسكواد دا والسكواد دا باللعبة دي واللعبة دي بالإمكانيات اللي فيها الوقت الزماني والإمكانيات اللي فيها بيراميدز استنفروا قواهم وقدروا يكسبوا بيراميدز فده ده اللي أنا عايزة أوصله للناس إن الماتش دا بتاع كنتو كلعبة كورة مش بتاع حد تاني مش بتاع موديل فني قاعد بيتاكتك وبيخطط مع إن لازم يتاكتك ويخطط بس ممكن قاعدة تاكتك وخطط ولعبة ما تدينيش في الملعب ما تدينيش في اللي أنا طالبه منه نفس تعليمات المدرب بس هات بقى من جوا شوية هات بقى من القلب شوية اشتغل روح البطولة اشتغل على الأداء الجماعي والشكل الجماعي كل واحد يطلع كل اللي عنده في الوقت اللي هيلعب فيه لو هاخد ديئة هناك سبب شكرا